وزارة التربية السورية الصف الثالث الثانوي الأدبي مادة الفلسفة تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبدالقادر الصالح في الحل تقدمت مبادرة الضوء بصوت المتطوع ميساء وهبا يغطي هذا التسجيل حل ورقة عمل الوحدة الثالثة من الصفحة التسعين حتى نهاية الصفحة اثنان وتسعين بسم الله نبدأ السؤال الأول أبين تتقدم الحياة في كل شيء بعد ظهور التكنولوجيا العلمية والعملية التي كان لها دور كبير وإيجابيات مثل مواقع التواصل الإجتماعي التي تسهل على الأفراد التحدث عن بعد وتبادل وجهات النظر والمعلومات التي يستفيد بها الإنسان وتقدم الطب في كل التخصصات وظهور علاجات جديدة لأمراض عديدة وتطوير أجهزة طبية واختراعات أخرى أبين إيجابيات التكنولوجيا من خلال أمثلة من حياتي اليومية الجواب إيجابيات التكنولوجيا أولاً تسهيل التواصل بين البشر ثانياً معرفة الأخبار بسرعة ثالثاً التعرف على مستجدات العلم رابعاً التعرف على ثقافات العالم المتنوعة إلى آخره نهاية الجوار السؤال الثاني بعنوان التأول يقال ساهمت التقنية الحديثة في تطور العلم وتطبيقاته التكنولوجية بسرعة كبيرة وجعلته مختلفاً عن الأمس وستجعل من عالم الغد مختلفاً تماماً عن عالم اليوم أفسر هذا القول ثم أوضح مبررات اتفاقي أو اختلافي مع القول السابق الجواب ألف أفسر هذا القول أي كما أن عالمنا اليوم يختلف عن الماضي بسبب تطور التكنولوجيا سوف يتغير عالم الغد بفضل تطور هذه التقنيات المستمر دون توقف باب أوضح مبررات اتفاقي أو اختلافي مع القول السابق أنا أتفق مع القول السابق والسبب في ذلك صفة التراكمية التي يتصف بها العلم نهاية الجواب السؤال الثالث بعنوان أفك ماذا يحدث لو تركنا العلم يتطور دون ضبط جوانبه السلبية؟ وماذا يحدث لو وضعنا نظم أخلاقية واجتماعية وألزمنا العلم باحترامها؟ أبرر إجابتي وأدعمها بالحججي الجواب ماذا يحدث لو تركنا العلم يتطور دون ضبط جوانبه السلبية؟ الجواب تدمير البشرية وعدم قدرتها على كبح العلم أما ماذا يحدث لو وضعنا نظم أخلاقية واجتماعية وألزمنا العلم باحترامها؟ فهذا خدمة العلم للبشرية وتقدمها تبرير إجابتي لأن التطور التقني دون ضبط قد يؤدي إلى تطوير الأسلحة مثلا والتقييد تؤدي إلى تدمير البشرية نهاية الجواب السؤال الرابع بعنوان تأمل هب أنني معلما وأرغب في تنمية ثقافة المسؤولية والحذر لدى طالبي فماذا أفعل؟ أضع خطة عمل بمساعدة زملائي لتحقيق ذلك السؤال الخامس بعنوان أبحث أكتب بحثا قصيرا عن إيجابيات التكنولوجيا وأقدم فيه عددا من الأمثلة الجواب مثلا يستطيع الطالب التحدث عن ميزات التطور وسائل النقل التي سهلت النقل بين مراتق العالم أو يتحدث عن تطور شبكات الكهربائي والأجهزة الكهربائية التي سهلت على الإنسان العديد من الأعمال إلى آخره نهاية الجواب السؤال السادس بعنوان أفكر أستنتب أبين الصواب والخطأ فيما يأتي مع التعليل أولا التكنولوجيا وجدت ولا زالت لخدمة الإنسان ثانيا أخلاقيات العلم ضرورة في حياة الإنسان المعاصر ثالثا الخوف من الآثار السلبية للتكنولوجيا ليس له مبررات منطقية الأجوب أولا التكنولوجيا وجدت ولا زالت لخدمة الإنسان صح لأنها سهلت على الإنسان العديد من الأعمال في حياته اليومية والعملية ثانيا أخلاقيات العلم ضرورة في حياة الإنسان المعاصر صح وذلك من أجل وضع الحد لممارسات العلم السلبية ثالثا القوف من الآثار السلبية للتكنولوجيا ليس له مبررات منطقية خطأ لأن العلم لو ترك بدون ضوابط سوف يؤدي إلى آثار سلبية عديدة على البشرية نهاية الجواب السؤال السابع بعنوان أوضح أوضح معنى للمصطلحات الآتية أخلاقيات العلم الحذر التضامن الإنساني وأخيرا المسؤولية أخلاقيات العلم تدرس أخلاقيات العلم القضايا العلمية الناتجة عن العلوم كما تتابع القضايا التكنولوجيا التي يحيط بها الجدل وتعتمد على عدة ضوابط أخلاقية والتزامات وتوجيهات تنظم طبيعة العلم معها الحذر أي ضرورة توخي العالم الحذرة أمام كل منجزة علمية واختراع تكنولوجي يسعى لتقديمه للبشرية بسبب الأخطار المحتملة لبعض التطورات العلمية التضامن الإنساني هو العمل على عبر كل الإمكانات المتاحة على ابتكار وسائل لإعادة تنظيم مشروع العلوم والتكنولوجيا الخاص بالإنسان لتلبية احتياجات وتطلعات الغد المسؤولية وتتمثل بضرورة حماية البشرية من تهديدات الجوانب السلبية للتطورات العلمية ومن ثم العمل على الحد من الأخطار الناتجة إلى أدنى حدودها يغضو ضرورة أخلاقية لازمة ومسؤولية لابد للعلماء الاطلاع بها نهاية الجواب السؤال الثامن بعنوان أفك إذا كنت أتفق مع القول إن تحويل الإنسان إلى نسخ متطابقة عن طريق الاستنساخ هو أمر مناف للكرامة البشرية وبالتالي فهو يشكل استخداما خطأ للعلم فما هي الحجج والمبررات لهذا التأييد؟ الجواب لأن الكرامة البشرية متأصلة في الكائن البشري وتسمو على مبدأ حرية البحث العلمي لذلك يجب احترامه الأمر الذي يعني منع كل عمل غير إنساني من تهديد خصوصية الإنسان نهاية الجواب السؤال التاسع بعنوان أتعاون يتضمن قسمين أولا إلى أي مدى اتضح لمفهومي العلم والأخلاق والفرق بينهما؟ ثانيا تجسيدا للحوار الفلسفي أخطط مع رفاقي لعمل مناظرة حول الفرق بينهما؟ الإجابة إلى أي مدى اتضح لمفهومي العلم والأخلاق والفرق بينهما؟ أولا العلم هو معرفة المبادئ والقوانين التي تحكم الظواهر والأشياء أما الأخلاق فهو العلم الذي يبحث فيه والمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يجب على الإنسان اتباعها؟ أما الإجابة عن السؤال تجسيدا للحوار الفلسفي أخطط مع رفاقي لعمل مناظرة حول الفرق بينهما؟ نهاية الإجابة السؤال العاشر بعنوان أرسل أعبر بالرسم عن دعمي لثقافة احترامي للإنسان في ظل التقدم التكنولوجي المعاصر السؤال الحادي عشر بعنوان أتحاور دار حوار بين شخصين أحدهما يتبنى فكرة منح العلم الحرية المطلقة والثاني يتبنى فكرة ضرورة ضبط العلم أولا ماذا قال كل منهما للآخر؟ ثانيا هل يمكن التوفيق بينهما؟ ثالثا أبرر وجهة نظري الإجابة ماذا قال كل منهما للآخر؟ أحدهما دافع عن العلم وضرورة منحه الحرية والآخر تحدث عن ضرورة ضبطه ثانيا هل يمكن التوفيق بينهما؟ نعم ثالثا أبرر وجهة نظري من خلال التأكيد على منح العلم الحرية المطلقة بشرط عدم الإضرار بحياة الإنسان نهاية الجواب السؤال الثاني عشر بعنوان أجيب أتأمل الصورة وأجيب أولا أبين الأفكار التي تتضمنها الصورة ثانيا أوجز النقاط السلبية التي تشير إليها الصورة ثالثا اكتب تعليقا على الصورة وأقدم حلولا ملاحظة الصورة عبارة عن جهاز موبايل وضع بشكل مائل كلوحين واستلقى عليه رجل وقد فتح أطرافه العلوية والسفلية باتجاه زوايا الموبايل وكل زاوية عليها إشارة لوسيلة تواصل اجتماعي الإجابة أولا أبين الأفكار التي تتضمنها الصورة تعبر عن تقييد الإنسان من وسائل التواصل الاجتماعي ثانيا أوجز النقاط السلبية التي تشير إليها الصورة أولا الإنسان أصبح عبدا لهذه الوسائل ثانيا شعور الإنسان بالاغتراب السؤال الثالث اكتب تعليقا على الصورة الإنسان أسير التطور وأقدم حلولا الحل من خلال استخدام هذه الوسائل في خدمة البشرية وعدم الإدمان عليها نهاية الجواب السؤال الثالث عشر بعنوان اقترح يتضمن الطلبين أولا لو طلب إلي شرحوا المشكلات الأخلاقية للعلم المعاصر وضرورة أخلاقيات العلم فماذا سأقول أسجل مقترحاتي الخاصة وإدعمها بالحلول الواقعية ثانيا دعيت للحديث في ندوة بعنوان الإنسان والتكنولوجيا المعاصرة ما الأفكار التي من المتوقع أن يدور حديث حولها الإجابة أولا لو طلب إلي شرح المشكلات الأخلاقية للعلم المعاصر وضرورة أخلاقيات العلم فماذا سأقول أولا تحول نمط حياتنا للنمط الاستهلاكي ثانيا الإدمان على برامج التواصل الاجتماعي أما المقترحات فهي تقليل الاستهلاك قدر الإمكان الإبتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والاقتصار على الضروري منها واستعمالها في أوقات محددة فقط الزواب عن السؤال الثاني دعيت للحديث في ندوة بعنوان الإنسان والتكنولوجيا المعاصرة ما الأفكار التي من المتوقع أن يدور حديث حولها هو انتشار التكنولوجيا ودخولها على مختلف تفاصيل حياتنا نهاية الجواب السؤال الرابع عشر بعنوان أجيب من خلال اطلاع على نص الإنسان والاستهلاك أقدم أهم التغييرات التي طرأت على حياتي جراء دخول هذا المجتمع الإجابة أصبحنا مستهلكين وليس ممتجين تحت رحمة عمليات تكنولوجية غير مفهومة ثانيا بات من المستحيل لنا أن نفهم الآثار المترتبة على طريقتنا في الحياة ثالثا نحن لم ننشئ نمط الحياة الاستهلاكي بل وجدنا أنفسنا فيها إكراها رابعا وأخيرا البائعون يستهدفون الأنا أو العقل اللاواعي عند المشتري انتهت حلول الوحدة الثالثة بعوني الله المدرس عبدالقادر الصالح